يزيني روح العراق ومعركة العراق ضد الإرهاب أستاذ عبد الحليم وخلية الإعلام الأمني بالعراق أعلنت أو أكدت النهاردة تدمير وكر وضبط أسلحة للتنظيمات الإرهابية في منطقة صلاح الدين ما دلالة إفشال المخططات الإرهابية قبل حدثها في العراق؟ أنا أتمنى مثلك، مثل ما تتمنين أن يكون هناك إفشال المخططات الإرهابية في العراق لكن فكرة الحرب ضد الإرهاب أو الحرب ضد داعش بخبر هذه من عينات الأخبار اليومية في العراق لي من عينات الأخبار اليومية؟ لأنه أريد للعراق أن يتلبنن يعني فكرة الطائفية وأنه ده بقى مع فارق أنه ليس منصوصاً أنه ليس هناك في الدستور ما يلزم من ذلك أنه ليس منصوصاً في الدستور العراق على شيء من ذلك بس في الممارسة العملية يريدون أن يجعلوه كنظام الحكم اللي بيسموه للتدليل والتدليع نظام حكم التوافق يعني كل حد ياخد حكة من الكعكة فده الأصل هذا الوضع أشاع مع ما حدث من احتلال أمريكي العراق ثم الهيمنة الإيرانية التي تلاته خلق عمل نوع من الإخلاء إخلاء المعنى الوطني العراقي الوطنية العراقية الذاتية تخلقلت فحلت مشاعر طائفية بإينا عندنا دواعي الشيعة ودواعي السنة داعش الذي نعرفه اللي هو مسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام مش عارفه جزء من نقطة ارتكازه في التكوين العراقي مش قضية فقط الإرهاب قبل كده حاجة مهمة جدا اللي يقول لك لا الشيعة كفرة يعني ده دي الفكرة يعني التكفير الشيعة والعكس الشيعة يكفروا ده ودي حرب يزيد والحسين وعلى آخره ده بيخلق أجواء اجتماعية عند بعض فؤات السكان العراقيين حاضنة لتجدد داعش باعتبرها باعتبر داعش السلح السري ضد الفصائل الفصائل الولائية كما يسمونها في العراق التابعة للمرجعية مرجعية الخامنائي في إيران هذا الوضع التربوسي هو الذي يخلق بيئة متسمحة ومن هنا من جانب الآخر الدولة التي تواجه هذه البيئة لديها نواية طيبة عبر عنها سيد مصطفى الكاظيمي غير مرة لكن ليس بالنواية وحدها يعاد بناء الدول طبعا في عشر أكتوبر اللي جاي مفترض إجراء انتخابات أنا لا أتوقع أن تسفر بانتخابات عن شيء جديد لأنه ببساطة شديدة أنا مش بطلب لبن العصفور ولا بعلق الأمر على أشياء مستحيلة يمكن التقدم إلى ذلك بس بشرط النعي إيه المقاصد النهائي المقاصد النهائي إن الدولة اللي دمرت بعد الاحترال الأمريكي يعاد بناءها يعاد بناءها لإيه على أساس وطني عراقي لدى شيعي ولدى سني أساس فكرة الكفاءة والمواطن وكذا الجيش أن يعد بناءه على أساس تجنيد الوطن العام لأن الذي يتأمل في الصغر العراقية الراهنة بعد الاحتلال الأمريكي سنوى الكاميرا الإيرانية هيجد أنه ما فيش حاجة اسمها فيه أجهزة متعددة اسمها جهاز مكافحة الإرهاب على هو الحشد الشعبي والحشد الشعبي على فرق الأمن فيه فيه صيغ مركبة مركبة إيه أصل تركيبها إن دي كات عصابات قدمجت شيلت إنت اليافطة لافتة بتاعت إنها عصابات وقلت إن أطفيت عليها آآ لافتة الجيش يعني إنت شيلت اليافطة بس علقت يفطة جديدة فهذا جوهر العلم فعالة بناء جيش عراق على أساس تجنيد الوطن العام وعالة بناء الدول العراقية على أساس موطنة شاملة والدستور لا يمنع ويمكن حتى إعادة النظر في الدستور لأن الدستور كمان مدمر الهوية العراقية يعني في المادة كم واربعين من الدستور يقول لك الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية كأن العرب في العراق هما الجزء الطارق يعني فاستعادة عربة العراق مع الجهد اللي بتعمله مصر وبتعمله دول خليجية وآخره يحتاج إلى صيغة جديدة في العراق هل هذه الصيغة سيتم التقدم إليها فجأة؟ أنا مش يعني لسته آآ معاولا على ذلك وأرى أنه مصطفى الكوظيمي يبزل جهوداً لكن هو بتحرك في الغابة من التعقيدات وبيتحرك تبقى للتصور أن دخول دول العربية على الخط كمصر وغيرها يوازن التدخل الإيراني في العراق وأنه هو نفسه هو شخصياً لن يدخل الانتخابات فلا ذال الوضع في العراق حرجاً وسنسمع كثيراً عن خبر مشابه لخبر ضبط خلية داعشية ضبط كذا لأنه الأصل الاجتماعي متوتر طائف الطابع أو يراد له أن يستمر كذلك مع وجود هذه التدخلات الأجنبية ونأمر طبعاً أن يعود العراق إلى عراقيته عن قريب ترجمة نانسي قنقر